مرحبا برج الثور اهلا فيك في قراءتك العامة لشهر يونيو هذه القراءة رح تصلح حق الشمسي الطالع وايضا القمري ممكن تكون معكوسة خصوصا في الجوانب العاطفية اول شي رح نرقي نظرة الى الجانب العملي وثم الجانب العاطفي واي اخبار انت منتظارها في المستقبل عزيزي برج الثور نمتدي معاك بالجانب العملي وهو جانب المال والاعمال الوظيفة الدراسة المشاريع اللي انت موجود فيها او مقبل عليها ما هي التطورات اللي انت تتوقعها خلال شهر يونيو اول كترح اسحبه رح يكون حق الطاقة الحالية الطاقة الحالية لبرج الثور طاقتك جدا جميلة يا برج الثور الطاقة اللي رح تحتاجها ملك الاكواب ما بين ملكة السيوف وملك الماء او الاكواب تذكير لك ان لا تنسى جانب التعاطف جانب الرحمة وجانب الحب في حياتك النتيجة عجلة الحظ عزيزي برج الثور رح ابتدي معاك في عجلة الحظ هني لان اول كرت قاعد يجذبني في القراءة واذا رح اقوم بتوضيحه عجلة الحظ هني تبين لي ان مش فقط حظك على وشك التغيير انت اللي قاعد تشوفه هني ان حظك ابتدى يتغير او رح يتغير الى الافضل ان شاء الله بداية بشهر يونيو ولكن اللي انت مش مدركة بان هذا الموضوع ليس مسألة حظ هذا مسألة قدر قدر عندما تحصل على فعلا ما تستحق الكوبين تبادل الاكواب مثلا انت حصلت على شوفك هني فرصة عمل فرصة استثمار نجحت نجحت او على وشك انت تحصل على ما تستحق من اموال نجاح هني نجاح اكثر من اموال واستقرار وحق ضائع لك من الناحية المالية عندك حق ضائع عندك شي اجتهد فيه من زمن طويل وتول حين ابتدى يرجع لك المسألة كانت ليست مسألة حظ وانت دائما نشوفك هني تندب حظك يا برجثور هي مسألة انك ستحصل على اللي تستحقه خلال هذا الشهر ستحصل على الشيء اللي انت طالما رغبت فيه ولكن هذا الشيء نفسه كان ممتنع عنك انت ايضا تفكر انه بسبب اطراف خارجية تدخلات خارجية ابدا قعد تلوم اشوفك المحيط الخارجي ولكن اتأكد انه عجلة الحظ هني تعني القدر كان مكتوب لك ومقدر ان ما تحصل عليه الا الحين بهذا الشكل هذا هو واقعك هني ملكة السيوف ملكة السيوف اللي تدخل شهر يونيون طاقتك الحائية كأنما اشوفك شوي مندفع مريت بتجربة سيئة في احد خذلك في محيط العمل او حتى ممكن حتى في محيط الدراسة احد خذلك او قام باستغلالك قام بخذلانك فانت هني صارت عندك ردة فعل عكسية دائما تتوقع الاسوأ من الناس تتوقع ان اي شخص يأتي في دربك يريد ان يستغلك خلا نوضح ملكة السيوف هذا الكرت نعم لانه بسبب ردة فعل لانه بسبب احتمال انك دخلت في شراكة وخسرت وثقت في شخص من الناحية العملية اعتمنت على عملك على اسرارك في العمل على خبرتك اعتمنت حتى على اموالك ولكن هذا الشخص خذلك لذلك انت مبتدي هذا الشهر وعندك طاقة لا في نفسي مسلح نفسك بالسيف ليش تشوف اول شي ملكة السيوف ومن ثم مبنية على طاقة لان هذه هي الطاقة القديمة طاقة السيف الاول هي طاقة الحقيقة اكتشفت الشي عن شخص وهذا الشي سبب لك مثل ما قلت لك ردة فعل عكسية خلاك دائما حين في وضعك الحالي تتوقع الاسوء من الناس تتوقع ان الناس رح يخضلونك تتوقع ان الناس رح يخضلونك احنا نقول يخضونك لحمة قطونك عظم هذا اللي انت قاعد تتوقعه من اجل ذلك انت حرس نفسك بالسيف اللي اكتشفته خلال الشهر الماضي او حتى الفترة الماضية اتبتك اخبار الخماس الصغيرة اخبار يخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش انكشفت لك حقائق عن اشخاص حقيقة وضع شخص انت كنت مفكرة حليف اهني اشوف تحالف زميل في العمل زميل في الدراسة شريك معك في البزنس او شخص انت احتمال لحد الان تفكرة انه الى جانبك ممكن تكون ملكة السيوف هي النصيحة لك خلال هذا الشهر ان لا تثق الا بنفسك في اشخاص محيطين فيك طاقتهم خفية مش موجودين ولكن في نفس الوقت اثروا عليك اثروا على وضعك العملي كان تأثيرهم موجود ولو انهم في القراءة مش موجودين ولكن تأثيرهم موجود خلي نشوف اربعة الافصال ما رح اخذ الكرتاس لانها كثيرة ولكن هذا الكرت سقط لوحده ستة الاخصام مثل ما قلت لك اهني ان الموضوع قدر عليك في النهاية وان كنت هني شوية يعني الا ما التجارب تؤثر علينا يا برج الثور الا ما احنا شوي نتخوف من الاخرين بسبب الامور اللي مرينا فيها في الماضي طاقة الماضي الماضي السيء اللي يؤثر عليك انا اتكلم هني الى برج الثور كانت طاقته جدا عفوية جدا نقية جدا يثق في الناس والحين صار العكس صار يتخوف من الناس دائما اول ما اي شخص يتقرب منه حتى لو يحاول يساعده دائما يقول ما الذي تحاول ان تأخذه مني انت هني مسلحنا بسكة بسيفك ولكن عليك ان ترى المستقبل اللي انت انتظره هذا هي طاقة المستقبل المستقبل اللي انت انتظره فيه اربعة الاخصان طاقة الاساس الصلب وستة الاخصان طاقة الانتصار هنا عندنا عجلة الحظ وايضا القدر مهما اي شخص حاول ان يتدخل في شي مكتوب لك في شي من رزقك ما في احد رح يخذه منك عليك ان تثق لان لما انتثق رح تكون شوية مستعد ان تنزل الحائط اللي خليتها بينك وبين الاخرين رح تنزل شوية هذا السيف وتحتك بالناس وتكون عفوي وترجع الى طبيعتك المعتادة اشوفك حتى هنا انت مش مرتاح في الوضع اللي وصلت لي برج الثور النصر حليفك لا يمكن لاي شخص مهما حاول ان يؤذيك ان يأخذ منك ان يأخذ منك شي لم يكتب لك لما تفهم هذه الحقيقة يا برج الثور رح تكون سعيد رح تكون متقبل رح تكون متوكل على الله واثق بالله بدل ان تضلت هنا في طاقة السؤال وطاقة الشك وطاقة اللوم حتى عندك طاقة لوم تقول لولا فلان هنا عندك طاقة تقارن ايضا نفسك بالاخرين لولا فلان اللي انا ساعته قبل كم سنة هو الان وصل الى وضع افضل مني لاني ساعته لاني استنزف طاقتي في مساعدة الاخرين بدل ان استنزفها في مملكة الخاصة هذه الملكة قاعدة تقول هذا الكلام ولكن تأكد ان ما في شيء كتب لك في اللوح رح يأخذها شخص ثاني فلا تبتعد عن طبيعتك الطيبة اللي تحب الناس وتحب فيها مساعدة الناس هذه دائما كانت حقيقتك كانت اساسك هذه الطبقة اللي بنيت عليك طبقة الشكل هذه طبقة مكتسبة ليست حقيقتك انت يا برج الثور طاقة سلبية ابعدها عنك ولا تقارن نفسك بالاخرين هذا الشخص اللي انت ساعته اللي انت وقفت معه كان له مكتوب خلال هذاك الوقت وقبلك حتى ان يصل كان سيصل كرت الانتصار كان سيصل بك او بدونك انت مجرد كنت وسيلة في حياته فشوية ابتعد عن اللوم ابتعد عن الشك وهني اشوف ان وقتك الخاص كأنما حان ولكن هذه الطاقة لحد الان لم تتوفر لك لانك لم تخرج من طاقة اللوم الشك المقارنة لما تتخلص امية بالمية من محيط هذه الطاقة وتأثيرها عليك رح تستطيع ان تجني ثمار اللي انت بينك وبين نفسك تقول انا استحق هذه المكانة اشوف اهني اكثر من الاموال نفسها اتكلم مع بورج ثور محتم بمكانته بالمنصب بوين وصل في الحياة النجاح التفوق ما يهم فقط التفوق اهم اي درجة من التفوق قاعد يقارن نفسه باقرانه الاشخاص اللي ساعدهم والتقى فيهم في الطريق خلا نوضح اخر كرت ملك الاكواب وهي الطاقة اللي رح تحتاجها طاقة التعاطف تجاه نفسك وايضا تجاه الاخرين طاقة الماء طاقة المسامحة ستة الاكواب ستة الاكواب جمها الكوبين دائما نتكلم عن الرجوع الى حقيقتنا الى النفس اتذكر من انت كنت في بداية المشوار قبل هذا كله وايضا ابعد عينك وتركيزك عن المؤثرات انت هنا اشوفك قاعد تفكر في المؤثرات هذا هو منزلك صح انت موجود داخل المنزل ولكن طاقةك مشتتة خارجة دائما تفكر في المؤثرات ابتعد عنها وركز على محيط منزلك يعني ركز على انت ماذا تريد ان تنجز لا تفكر انه لان شخص ثاني قاعد يحاول بالمعنات انت مراح تقدر تحاول ومراح تقدر تنجز عجلة تلحظ ننهي فيها القراءة كما ابتدينا تقول لك تبادل الكوبين نعم قلت لك الطاقة متوفرة من اجلك ولكن لازم تكون انت ذكي في طاقة السيو وفي طاقة العقل لازم تستوعب ان الطاقة متوفرة ولكن الطاقة رح تعطيك اللى انت تعطيها اذا عطيت الكون او اذا انت فكرت بينك وبين نفسك في طاقة اللوم رح دائما تكون في طاقة سلبية رح يكون في تبادل الكوبين اللى تعطيه او اللى تخرج في نفسك هو اللى يرجعلك انت ساعد نعم ولكن مش سبب مساعدتك لهاي الاشخاص انهم وصلوا لازم انت ايضا تتسامح مع نفسك ومع هاي الاشخاص لما انت تعطي طاقة ايجابية رح ترجعلك تبادل الاكواب يكون ايجابي رح تحصل على ما تستحق ابكر مما تتوقع الشي في يدك انت يا برج الثور انت اللى بيدك السيف عندك طاقة والطاقة متوفرة هل رح توجهها في اتجاه سلبي في اتجاه لوم اتجاه عتاب بسبب فلان ما قدرت اوصل ولان فلان سوا ما قدرت احصل على مراتي ولا رح توجهها فانت ابعد كل هذا عن تفكيرك وتركز على ما تريد تحقيقه هنا في المنتصف لا يهمك القيل والقال برج الثور اشوفك هنا دائما انت محيط حديث الاخرين نعم يأثرون علينا لما يتكلمون عنا ودائما يركسون علينا هذا شي طبيعي ولكن لما احنا في النهاية القرار بيدك لانا سيف بيدك انت اللي تقرر هل رح تتجاوب لحسد الاخرين هل رح تتجاوب للقيل والقال اللي يتعمدون ان يوصلون لك بهدف تشتيتك كأنما هاي الاشخاص يعرفون اكثر مما انت تعرف يعرفون انك متوجه الى شي جميل الى نجاح من اجل ذلك يحاولون ان يشتتونك ما عليك من القيل والقال والكلام الزائد افلان تكلم عنك افلان في جلسة قال عنك كذا كذا ما يهمك توجه الى هدفك خلال هذا الشهر بكامل طاقتك لا تسمح لها انت تشدد اوكي هذا كان الجانب العملي لبرج الثور رح نلقي نظرة الى الجانب العاطفي اللي دائما انت تتوقعونا وانت تنظرونا بفارغ الصبر من الجانب العاطفي لبرج الثور مع الشريك بغض النظر عن وضعك مع الشريك هذا القراءة رح تكون عامة واعكسها بما يناسب وضعك خلال شهر جون الخماس الصغير ليس ما تتوقعه ولكن بداية جميلة بداية موافقة انت تتوقع احتمال اكبر من جذي برج الثور تنتظر تعويض من الشريك او تكفير عن ذنوبه ولكن احتمل انه ما راح يعجبك خلال هذا الشهر طريقة تكفيره اسلوبه محاولاته حتى ما راح ترضيك راح تحس انه دون المستوى ودون ما تستحق فارس الاكواب ولكنه يأتي بنية طيبة هذا الشخص شريكك حتى اذا كنت منفصلين يحاول ان يراضيك يداوي جرح بنية طيبة ستة السيوف احتمال لانه عطاك ظهره وقت من الاوقات لم يعطيك اهتمام واخر كرت السيفين برج الثور راح اوضح لك الامور اول شي من وجهة نظر الشريك السيفين انت كنت تعتقد ان شريكك له القدرة عند القدرة يملك الموارد شورة في يده صنع قرارة في يده يقدر ان هو يقرر وين يأخذ العلاقة او يقدر يحقق لك اللي انت في بالك هذ هي فكرتك ولكن اوقات الشخص وان كانت لديه كل الموارد هنا في طاقة السيفين طاقة الحيرة ما يملك النظوج العاطفي ما يملك الرغبة الكافية هذا هي الحقيقة المرة اللي احنا دائما نتناقش في كل شي ما عدا الجانب هذا جانب الحقيقة اوقات الشخص يكون مو شجاع بما فيه الكفاية مش قوي بما فيه الكفاية لا يملك الدافع حتى ان يحارب من اجلك في وقت من الاوقات هذا الشخص لم يملك وان كنت انت تشوفه يملك بس هو فعلا ما كان يملك يملك الاشياء المادية نعم يملك النظوج في السن احتمال نعم ولكن ما كان يستطيع ان يصنع قرارة في الفترة السابقة نزين وما اعطاك احتمال انت هنا اشوفك متضايق بسبب ان اخذ هذا الشخص وقت طويل من اجل ان يصنع قرارة ممكن ستة اسابيع ستة شهور ولكن قادم فيه طريقك من بعد فترة انقطاع قادم فيه طريقك فشنو انت رح تكون ردة فعلك يا برج الثور ردة فعلك اشوفك هني كأنما مش عاجبك العرض فارس الاكواب بيدك كوب يريد ان يعطيك يا انت كأنما مش عاجبك العرض خلا نوضح الكرتات اربعة الاخصان كان فيه حديث بينكم بخصوص زواج بخصوص ارتباط اشوفك هني انت يا برج الثور دعت تطالب الشريك بالوضوح اشلون تطلب من شخص الوضوح وهو نفسه بينه وبين نفسه مش واضح في ما يريد ما يعرف وقتها ما كان يعرف من انت بالنسبة له او ماذا يريد من هاي العلاقة فعندما طالبت هني بالاجوبة لما طالبت متى رح يكون في استقرار بيننا في بيت في زواج لم يستطيع ان يعطيك الجواب ولكن عندنا هني الخبر المبشر ملكة النار الملكة القوية العازمة لكلها افعال كلها افعال مستعدة ان تواجه مستعدة ان تفعل لنفسها ماذا تريد قلت لك انت تشوف هذا الشريك انه يستطيع عنده القدرة ان يقرر ولكن الموضوع بالنسبة له نفسيا اكثر من جسديا جسديا كان عنده القوة وكان عنده يعني مثل ما نقول الاسباب الاسباب متوفرة ولكن هو بينه وبين نفسه كان في طاقة الحيرة ولكن هو متغير الى طاقة افعال في الفترة القادمة رح يشوف منه افعال رح يثبت لك بورود وايضا بوجوده في حياتك هذا الشخص اشوفه جدا رح ينضج في الفترة القادمة ما رح يحب انه يتكلم كثيرا في الماضي عند طاقة الرحيل من الماضي الى امور احدى يريد ان يبتدي معاك صفحة جديدة ويريد هو يعرف ان انت انظر له على اساس ان انسان مصاحب افعال مصاحب مواقف فيريد ان يثبت لك نفسه في الفترة القادمة ابتداء ان شاء الله بيونيون ملكة النار تريد ان تعطيك الغصن الاول بداية جديدة قلت لك هذا الشخص ما يريد يبني معاك على الاساس القديم هذا عندنا الاساس القديم في شي كان بينكم يمنع هو من داخله حتى روحيا كان يمنع من الارتباط كان احتمال ان شخص ينفر من الارتباط علاقتك معاك كلها ما اشي اوكي ولكن اللحظة اللي يسمع فيها كلمة ارتباط هذا الشخص يهرب الهرب ممكن يكون جهتين اليك انت ومنك انت يعتمد على الموقف ففي السابق كان يهرب منك ولكن هذا الشخص اكتشف مدى افتقدك عندما رحلت واكتشف ما تعنيه لا اكتشف مكانتك في حياته ومستعد ان يكون احتمالك تتعامل مع شخص من برج الاسد لانا عندنا الكثير من الطاقة النارية وايضا ممكن برج الحمل والقوس اوكي هذه هي الطاقة اللي اشوفها جدا واضحة ولكن بغض النظر عن برج الشريك طاقة النار هي دائما طاقة الافعال طاقة دعني ابرهن لك ما الذي انا مستعد ان افعله في هاي المرة من بعد ما خذلتك في السابق من بعد ما كان عرضي لا يليق بمستوى توقعاتك احتمال انه هنا بعد انه كانت في علاقة ثلاثية او طرف ثالث هو اللي سمح ما بينك انت وما بينه هو وهو قادم في طريقك عندنا كرت الاطراف الخارجية لعلاقة ثلاثية هو اللي سمح كان يستطيع ان يوقف هؤلاء الاشخاص او هاي العلاقة او هاي الموقف عند حدا يقولهم لا تدخلون بيننا او ينهي مثلا اذا كان في خيانة ينهي العلاقة ولكن ما تخذ اي اجراء هذا اللي انت يؤلمك انا ما قام فعلا بايقاف الوقت او ايقاف الموقف عندما كان يحتاج يتطلب مننا اوكي احتمال انك يا برج الثور تحس انه تأخر عليك تتأخر في اتخاذ موقف ما ادري ليش احسك انت اللي هالمرة انت اللي قلبك شوي تسكر عنه او منغلق عنه مش مستعد ان تستقبل هذا الشخص خلنا نوضح ثلاثة سيور سبعة الخماسيات كنت مفكر وكنت مفكر ولكن خاب ظني تعرف هاي الاغنية كنت اظني كنت اظن ولكن خاب ظني كنت لان مشكلة المشكلة في توقعاتك المشكلة في توقعاتك يا برج الثور هذا هو ما يخبرني به الشريك ان انت توقع الكثير في القليل من الوقت ما عندك صبر هو يراك هكذا ان انت ما عندك صبر ما انتظرت لحد ما يكتشف ماذا يريد وشلون رح يتصرف وشلون رح يعطيك ويقدم لك البداية الجديدة او الحل اشوف هنا قادم هو باتجاهك وبيده حل اكثر حتى من بداية جديدة بيده حل عملي حل ممكن انت فعلا توظفه وتستخدمونه عشان انشاء حياة جديدة لبعضكم مع بعض حل عملي احتمال الاقتراح ممكن ان احنا نتزوج بهاي الطريقة ممكن ان احنا نقنع الاهل بهاي الطريقة ممكن انا اتخلص من الطرف الثالث بهذه الطريقة ولكن هنا سبع الخماسيات تقولي ان دائما توقعاتك تكون مخدولة مع هذا الشخص ولكن سبع ايضا هو رقم الانتظار انتظر خليك حبة حبة معي مع هذا الشخص وان كان ناضج سنة ناضج وظيفة ناضج في كل جوانبه ولكن عاطفيا لحد الان مش ولابد يبي لوقت يبي لجهد يبي لشخص صبور انت صبور اشوفك انه عم صبور ولكن عندما يأتي الموضوع للحب تصير قلق تصير خايف حتى انك تنتظر الشريك خايف ان تنتظر ثم تخسر تنتظر من ثم هو يختار الطرف الثالث خلي نوضح اخر كرت وهو الخماسي الصغير كأنما انت هنا عندنا فارس الاكواب مرة ثانية كأنما انت هنا تقول للشريك او اللي ترغب فيه خلال شهر يونيوم ان لا تخبرني كم تحبني عليك ان تريني هذا الشيء لا اريد ان تخبرني اريد ان تثبت لي هو فعلا الشريك متوجه تجاهك مثل ما قلت لك عند طاقة الافعال مستعد انه يقدم لك اثباتات ولكن في البداية طبعا راح يكون مجرد اتصال مجرد يسأل عن احوالك برج الثور ركز معاي هذا الشخص طريقته في التوجه او الرجوع لحياتك مرة اخرى انه راح يبتدي باب صغير يسأل عن اخبارك يبتدي معاك احاديث خفيفة ومن ثم احاديث رومانسية يذكرك بالمشاعر ومن ثم راح يكون مستعد انه يعطيك الحل او يدخل معاك في صلب الموضوع انت هنا كأنما اشوفك راح تكون مستعجل وتغلق عليه ابواب الحديث في اول فرصة خلك هذه خلك متزن اسمع منه لانه نعم قاعد احس شوية تعاطف مع هذا الشخص احتمانك ايضا تتعامل مع برج مائي عقرب سرطان حود الابراج المائية ليسوا كالابراج الهوائية والنارية وحتى الترابية في مسألة صنع القرار يأخذون وقت اكثر او دائما يأخذون وقت اكثر نعم يأخذون وقت اكثر ليسوا سريعين في صنع القرار ولكن عندما يصنعونه يلتزمون فيه انت تريد الالتزام والالتزام في الحياة العاطفية اتي في اتجاهك سواء كان مع شخص جديد او مع هذا الشخص القديم ما تريده قادم في طريقك عزيزي برج الثور فشوية خل عندك صبر والحين رح ننظر الى الاخبار القادمة في طريقك اذا انت بنتظر تحاليل معينة قبول في جامعة نتائج نتائج الامتحانات اي نوع من الاخبار انت بنتظرها خلال شهر يونيو رح ننظر اليها الاخبار القادمة تجاه برج الحود شهر يونيو الامبراطورة الامبراطورة ثلاثة الاخصان المزيد من الانتظار يا برج الثور المزيد من الانتظار في شخص او في جهة حتى معينة يريدون ان يختبرونك ولكن غير عن الاختبار نفسي اذا انت اصلا خلاص قدمت الطلب او قدمت الامتحانات قدمت التحاليل هؤلاء الاشخاص يريدون ان يختبرون مدى التزامك بالشي اللي انت مقدم عليه حتى ممكن يكون مقدم على رشحت نفسك الى ترقية رشحت نفسك الى منصب منصب في المجتمع منصب في السياسة ملك السيور نعم يريدون ان يتأكدون ان انت ما رح ترحل لما تلاقي في وجهك او العقبة ملك السيور يريدون ان يعرفون مدى نضوجك واتزانك في جانب كان مخفي عليك انت ما تعرفه او ما كان مكتوب او اخبرت به بصريح العبارة عندما قدمت الى هذا المنصب الى هذا الشيء بغض النظر للموضوع اللي انت مقدم عليه هؤلاء الاشخاص يريدون ان يختبروا قوة تحملك ان انت فعلا موجود من اجل البقاء ما رح تنسحب ما رح تخضلهم في ادائك رح تكون فعلا ممتزن يريدون منك الاتزان العقلانية اذا انت مقدم على الهجرة الى دولة اجنبية يريدون فعلا ان يتأكدون ان انت حتى طابعا وشخصية تتوافق معهم في الكثير من التدقيق اللي انت رح تتعرض لخلال شهر يونيو قبل ان تحصل على الموافقة وقبل ان تحصل على الموضوع اللي في بالك ممكن يكون حتى يكون تدقيق في امتحانات انت خذها كما يناسب جانبك عندنا هني اربع الخماسيات اربع الخماسيات تقول لي لا تمنع نفسك من تقديم الافضل عزيزي بروتثور اذا انت ما خاطرت انزين كأنما هني عندك نوع من التخوف بتريد ان تقدم على هذا العمل ولكن في نفس الوقت قاعد تقول ما رح يقبلوني الموضوع يأخذ وقت الموضوع يأخذ الكثير من الالتزام ما عندي وقت اذا ما راح تخاطر او تجرب حتى على الاقل عمرك ما راح تحصل على الامور اللي انت تمناها الامور اللي متوفرة عشانك ولكن تطلب منك اظهار الجدية مو الجدية فقط هنا انت تفكر كأنما الجدية فقط في موضوع التقديم نفسه او الاقبال على الموضوع نفسه هنا يقول لك الجدية في الالتزام الالتزام والصبر ان انت راح تظل منتظر راح تظل مستثمر راح تظل تتابع الموضوع لحين ما يتم يريدون منك يشوفون منك الحاح ومتابعة عشان يتأكدون ان انت جاد اوكي عزيزي بوجيثور راح ننظر الى ما يجب ان تحذر منطاقة او موقف او شخص خلال شهر يونيو رسالة تحذيرية لك راقصة الايقاع او راقصة هذه الراقصة اللي تشكل مثل الدوامة عندما ترقص الرسالة تحذيرية لك في شهر يونيو لا تلف وتدور على نفس الموضوع ان كان موضوع متعلق في الماضي ان كان شخص من الماضي ان كان دائما عندك نوع من التفكير انت تحبط نفسك بنفسك يا برج الثور انت ددور تلف وددور لنفس الموضوع تقوم بكل اللي تسويه في حياتك مش متوقع النجاح دائما عشان تنتظر الفشل كأنه ما هنا عندك طاقة تبرهل للناس ان مهما انا سويت انا راح افشل الخمسة الخمسة هو رقم شوي يدل على الافتقار الافتقار هو ليس افتقار مادي افتقار عقلي طريقة افكرك يا برج الثور لازم جدا تلاحظها خلال هذا الشهر لا تتوقع الخسارة لان اللي تتوقعه مثل ما قلت لك في طاقة الكوبين اللي تتوقعه راح يأتيك توقعت خيرا توقعت شرا وهو اللي راح تلاقيه خلال شهر يونيون انت اللي تشكل الرقص لا يوجد له طابع معين وشروط معينة انت اللي تشكل حسب رغبتك وحسب احساسك فخل احساسك جميل خلال هذا الشهر وراح ايضا اشوف لك الطاقة الحيوانية اللي تحتاجها خلال هذا الشهر احساسك انتظام محلوك فخلال هذا الخلال فخلال دايك فخلال ثلاثا اقطاع الحيوانية develop ضد الجلاثا عدم الحيوانات الأسطورية اذا تلاحظ الصورة تقريبا نفس الدائرة نفس الدوامة اللي تشكلها الراقصة هني قاعدة تتشكل هني ولكن شن الفرق ليش طلع عليك هذا الحيوان الاسطوري هذا الحيوان الاسطوري دائما يتكلم عن ان احنا نستطيع ان نشكل واقعنا على حسب ما نريد لازم احنا نكون حذرين في شنو قاعدين نشكل نفسنا في شنو قاعدين نسخر مهاراتنا عندك الكثير من الطاقة خلال هذا الشهر الكثير الكثير من الطاقة اللي راح تكون متوفرة من اجلك طاقة الزائدة راح يكون عندك مثل بونس طاقة خلال هذا الشهر استخدمة في ما تريد تشكيلها لحياتك عندك طاقة تشكيلية طاقة الخروج من دوامة سيئة والدخول في دوامة خير دوامة انجاز دوامة افعال وايضا نشوف الافعه هنا منغلق على نفسها في داخل شيء صاير تنغلق عنه لازم تعرف تغلق طاقتك او حتى روحك عن الاشياء السيئة التفكير السيئ التفكير السلبي القيل والقال اي شيء يأتي في دربك سيئ يبعدك عن الطريق اللي تريد ان تذهب اليه تعرف متى تنغلق على نفسك ساعة الانغلاق على النفس يكون نعمة وشيء جدا ايجابي خصوصا اذا كنت يا برج الثور جدا منفتح على الاخرين وسهل العشرة في الفترة السابقة عزيزي برج الثور اشتركوا في القناة